بسم الله الرحمن الرحيم فترة القادمة في أجندة دولية لكن منتخبنا الوطني نظراً أنه بالتأكيد مش هيكون موجود في هذا المحفل العالمي عند مباراود دية مع منتخب بلجي كيوم الجمعة القادم وفي فترة التوقف للدور العام خلال الفترة اللي جاية وأولى المباراة للأهلي بعد هذا التوقف بإذن الله هتكون يوم 27 نوفمبر في كأس مصر العام الماضي حلقة زي ما قلت فيها كوليسو تفاصيل مهمة جداً لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة بالتأكيد فيه أمر مهم جداً لأنه متعلق بأرعة تدوري أبطال إفريقيا ويكاس الكونفيدرالية ووقت ترح السؤال ما كانش لسه الاتحاد الإفريقي اتخذ القرار الرسمي بتأجيل الأرعة لأجل غير مسمى السؤال وبالتأكيد شاركوا معنا برضو في الإجابة علينا أن خلاص الأرعة بالتأكيد خلال الفترة اللي جاية يتم الاتفاق على إقامتها في مكان آخر وتحديد توقيت زمني آخر خلال الفترة اللي جاية توقعتكم إيه لمجموعة الأهلي في دور الستاشر لدوري أبطال إفريقيا شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة بالسوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة من الحالة هستعرض أكبر قدر من أراء حضرتكم ولكن كل الكواليس المتعلقة بإلغاء مراسب القرارة وتفاصيل هذا الموضوع تابعونا في ترند الترند هنشرح كل الأمور المتعلقة بهذا الخبر الهام جدا بخصوص مسابقات الأندية الإفريقية في الفترة اللي جاية لكن بسرعة نروح لي أهم العنوان في ترند الأهلي الفريق يوصل استعداداته للمرحلة المقبلة وكمان تأجيل أراء الدورة أبطال إفريقيا والكونفدرالية وفي ترند المونديال إنفانتينو يدعو قادة العالم لوقف إطلاق النار خلال المونديال تفاصيل أكثر وموضوعات مهمة جدا وكواليس وأخبار كل ده بعد الفاصل في فقرة ترند الترند أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند متعودين معنا دايماً الفقرة دي بقى فيها كل الأخبار والكواليس الحصرية ونبتسمعهاش في أي حتة تانية يمكن الخبر الأهم ويمكن خبر رسمي تم إعلانه من قبل الاتحاد الإفريقي حوالي الساعة 3 ونص يعني قبل ساعة ونص من بداية الحلقة وهو تأجيل أراءة دوري أبطال إفريقيا وكاس الكونفدرالية لأجل غير مسمى وقدمكم على الشاشة يمكن ده البيان الرسمي اللي نشر على الحسابات الرسمية والموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي طيب المعلومة والخبر كانت النهاردة معايا من حوالي الساعة وحدة الظهر وكنت عايز أعرف إيه كواليس الموضوع وإيه الأسباب لأن الغاية النهاردة الساعة 12 أو وحدة الظهر أقول لكم على مفاجأة أنه كان خلاص تم الاتفاع على كل الإجراءات الخاصة بالقرعة وكان اللي هيسحب مراسم القرعة لكل المسابقتين حارس مرمى فريق سانداونز للسيدات حارسة المرمى أندلية دي المعني هي اللي كانت هتسحب مراسم القرعة بكرة إن شاء الله الساعة واحدة لبطولة الكونفدرالية والساعة اثنين لدوري أبطال إفريقيا تم الاتفاع أن حارسة مرمى فريق نادي سانداونز اللي كانت بتشارك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات هتمزل النهاردة مطالق قاهرة الساعة حوالي سبعة ونصف تمانية بالليل هيبقى فيه مبيت لوفد الكاف اللي جاي من المغرب في إحدى الفنادق القريبة هنا من مدينة الانتاج الإعلامي والقرعة كانت تتعامل بكرة الساعة واحدة في إحدى الاستوديوهات هنا القريبة من هنا في مدينة الانتاج الإعلامي وتم الاتفاع واللي كان يسحب مراسم القرعة حارسة مرمى فريق نادي سانداونز يمكن المعلومة دي محدش يعرفها وأول مرة بتتقال من خلال شاشة قناة النادي الآلي وده معلومة لكل السادة المشاهدين بالإضافة لده كمان كان كل المسؤولين عن إدارة المسابقات خالد نصار وأحمد سالم ولوكس مدير الإعلام كل الناس كانت موجودة بكرة عشان تشارك في مراسم القرعة وتم كمان دعوة عدد من مندوب الاندية عشان يحضروا بكرة مراسم سحب القرعة في ظل إن ده التوقيت المناسب قبل انشغال الجميع بكأس العالم إن شاء الله يوم الأحد القادم ويبقى بكل بقى إن شاء الله موجود في قطر لغاية يوم 18 ديسمبر وانتهاء فعليات تكأس العالم في الدوحة خلال الفترة اللي جاية خاصة كمان إن انطلاق البطولة أو مباراة دور 16 هتبقى فيه منتصف شهر فبراير فتبقى فرصة الأندية من دلوقتي لغاية شهر 2 تتعرف على الفرق المنافسة لها وتحضر لها الفترة اللي جاية ولكن بسبب خلاف حول شارة البث كلنا عارفين إن الاتحاد الإفريقي عنده مجموعة من القنوات متعقدة معاه على إزاعة كل الفعليات والأنشطة المتعلقة بمسابقات الاتحاد الإفريقي سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية قرأة دور أبطال إفريقيا وكاسة الكونفيدرالية الاتحاد الإفريقي كان قام بتسويقها في العديد من الدول الإفريقية تحديدا في غرب وجنوب القرى بدون ذكر أسماء القنوات اللي موجودة في غرب القرى الإفريقية وجنوبها كان الاتحاد الإفريقي في تعهد منه أنه هيديه مشارة البث للقرى بحيث أنحاء القرى جميعها تشاهد قرأة دور الأبطال الإفريقي أو الكاسة الكونفيدرالية بكرا إن شاء الله هنا من مقر مدينة الاتجاج الإعلامي في القاهرة ولكن نظرا لديق الوقت نظرا لبعض الإجراءات ما تمش الاتفاق على هذا الأمر وبالتالي كان في صعوبة أن وفد الكاف يصل النهاردة إلى القاهرة الساعة 8 مساء ويتم إنهاء كل هذه التصريح والإجراءات قبل إجراء مراسم القرى بكرا الساعة 1 الدهر وبالتالي تم تأجيل القرى لأجل غير مسمى ولكن هل تأجيلها لأجل غير مسمى هيكون مرتبط بس لحين إنهاء هذه الإجراءات أشك لأن النهاردة الدهر لما عرفت المعلومة وتواصلت مع المسؤولين في الكاف يبدو أن هما ممكن يكون لهم وجهة نظر تانية أن هما يتجهب القرى لمكان تاني ويجراء مراسم القرى في مكان تاني خلال الفترة اللي جاية وتحديداً عاقب فعليات كأس العالم ده هيبان خلال الفترة اللي جاية وخلال الساعات اللي جاية لما الاتحاد الإفريقي ينشر بيان رسمه ويحدد التوقيت والمكان اللي هتتعامل في القرى أي أسباب تانية غير صحيحة يعني أي حد هيكتهد ويقول أي أسباب تانية أنا بقول لكم على مسؤولية الشخصية غير صحيحة الأمور متعلقة بشارة البس والأمور التسوقية الخاصة بحقوق الاتحاد الإفريقي مش أكتر ولا يقل لأن قبل بدخل الحلقة قريت حياة كتيرة جداً ونسبة تتكلم في ملفات تانية خالص لا 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 الموضوع تماماً متعلق بأن الاتحاد الإفريقي عايز يحافظ بس على حقوق بعض القنوات اللي موجودة في غرب ووسط ويجنوب القرى الإفريقية وعايز ينقل لها مراسم القرعة والتوقيت كان داياً عشان يقدر يخلص كل الإجراءات الخاصة بشارة البس الخبر ومضبونه وكواليسه الحمد لله حصرياً معانا هنا على شاشة قناة الأهل وأعتقد الناس كلها شافت الخبر قبل ما ينزل رسمي من خلال حساباتي الشخصية ومن خلال شغلنا قبل بداية الحلقة وقبل كمان ما الاتحاد الإفريقي ينشر بشكل رسمي وده عهدنا دايماً معاكم اللي احنا دايماً بنقول لكم كل الجديد وكل الأخبار والمعلومات والحمد لله بتبقى معلومات صحيحة وبدقة بنسبة 100% دي أول نقطة متعلقة بمراصم القرعة وكان مهم جداً نشر حضرتكم كل التفاصيل قبل ما البعض يكتهد لأننا عارف بالليل النهاردة يبقى فيه اكتهدات كتيرة جداً لكن حبيت أقول لكم بالضبط الموضوع إيه وكمان انفردت وقلتلكم مين اللي كان اللي هيكون مسؤول عن سحب مراسم القرعة والنهاردة الكاف كان بيفكر أن يجيب حارسة مارما فريسان داونز هي اللي تسحب مراسم القرعة مش هيستعين حتى بأساطير ونجوم الكرة الإفريقية على مستوى الرجال لكن عايز يعمل فكرة جديدة وكان بيستعين بأحد أبرز اللاعبات في لعبة كرة القدم على المستوى النسائي وكانت هيا لها تشارك في سحب مراسم القرعة طيب الموضوع التاني واللي شغل بال الرأي العام خلال التمانية واربعين ساعة اللي فاتت وأنا على المستوى الشخصي الحمد لله قدر إن كان حاولت أتابع وأسمع وأقرأ كل الأراء اللي اتكتبت وتقالت في موضوع عبدالله السعيد بصوا جماعة عشان نجيب من الآخر وعشان تعرفوا القضية دي إيه مضمونها وإيه محتواها وليه بيحصل دلوقتي الكلام اللي تقال في موضوع عبدالله السعيد أنا مش هتكلم على الفترة التاريخية اللي لقى فيها عبدالله السعيد مع الأهل ومش هقول إن عبدالله السعيد عمل إيه مع الأهل بعد اعتزال تريكة وبركات وجمعة ومتعب وإن ناتج اللي أنتاجه مع الأهل بعد اعتزال هذا الجيل العظيم كل الناس عارف التاريخ وإن الأهل بعد اعتزال هذا الجيل من 2015 ل2019 لما مشي عبدالله السعيد الناس كلها عارفة يعني ما فيش غير بطولة كونفدرالية سنة 2014 لكن بعد كل هذه السنوات في بعض السنوات اللي خسر فيها دور وكاس ما ديرش يفوز ببطولة إفريقيا وسبحان الله بعد رحيل عبدالله اللي كان بيتقال عليه ماروش بديل اللي فاز باتنين أفريقيا واتنين سوبر إفريقي ودوري وكاس وبرونزية كاس عالم يعني الحمد لله بطولات وألقاب يعني لجيل جديد قدر يسطر تاريخ مع النادي الأهلي فالأهلي مش هيوقف على عبدالله السعيد لا هو ولا غير ومش هتكلم على الأمور دي الناس كلها عارفة عبدالله السعيد على المستوى الشخصي مع الأهلي كالقاب فردية يعتبر محقاش حاجة سواء هو مع الأهلي أو حتى بعد مرحل عن النادي الأهلي لا شيء لكن هتكلم على أسباب الظهور الإعلامي أسباب الظهور الإعلامي ما هو إلا ضغط لجعل قضيته رأي عام والحديث عن النادي الأهلي وسورة النادي الأهلي أمام المحافل الدولية والقرية فقط الهدف من تصرحات عبدالله السعيد أنه يهز سورة الأهلي في المحافل القرية والدولية بهذا الشكل اللي انتو شفتوه لكن كل الكلام ده لا هيأثر ولا هيبقى ليه أي دور في أي شيء وهو عارف موقفه في القضية كويس جدا لأنه أشرح لكم التفاصيل حصلت في القضية محدش تدخل ولا حتى حاب يسأل يعرف هو عبدالله السعيد عمل إيه في القضية وليه دلوقتي بيصرح وبيكلم فيه قضيته بهذا الشكل اللي انتو شفتوه إيه اللي حصل فيه القضية خلال الفترة اللي فاتت عبدالله السعيد لما خسر قضيته في مركز التسوية والتحكيم استأنف على القرار اللي طالع بعد كده يقول لك المركز التسوية والتحكيم مركز غير دستوري ومطعونه عليه بعدهم الدستورية تمام؟ استأنف على القرار وعشان يستأنف على القرار اللي تم تغريمه فيه حوالي 2 مليون دولار كان لازم يدفع رسوم الاستئناف ما سددش رسوم الاستئناف وتم تعليق الاستئناف لحين سداد الرسوم وبالتالي إجراءات التقاضي داخل مصر لم تنتهي لم تنتهي طب عبدالله السعيد والمحامين اللي معاه وهم أكتر من المحامين يتغيروا كذا مرة الملف دا يمكن نشتغل عليه 3-4 مكاتب محامين كل ما يخسر يغير المكتب ويجيب مكتب المهم راح فجأة للمحكمة الرياضية الدولية وراح قال للمحكمة الرياضية الدولية إن أنا خسرت القضية في مركز التسوية والتحكيم وهذا المركز مطعون عليه بعدم الدستورية وبالتالي أنا بطعن على هذا القرار أمام الكاس الكاس بدون ما يعرف تفاصيل مركز التسوية والتحكيم إبل القضية شكلاً طب بعد ما ي longestهل قضية شكلاً هيبدأ ينظر في الموضوع إيه اللي حصل؟ الأهل طعن على كبول القضية شكلاً في المحكمة الرياضية الدولية أمام الفدرالية السوية طعن على كبول القضية شكلاً في المحكمة الرياضية الدولية الكاس أمام الفدرالية السوية ليه؟ لأن النادي الأهلي في حيثيات هذه القضية قال أن هذه القضية لم تنتهي إجراءات التقاضي فيها داخل مصر فانت يا أستاذ عبدالله رايح للمحكمة الرضية الكاس ليه وانت إجراءات التقادي لسه في مصر ما انتهتش ومع ذلك بتطعم بعدم الدستورية على مركز التسوية والتحكيم بأي منطق هو البعض الأشخاص اللي طعموا على مركز التسوية والتحكيم هل أخدوا أحكام؟ لسه ما أخدوش أحكام هل المركز شغلوا وبينقش قضايا؟ آه بينقش قضايا وبياخد قرارات في عدة قضايا هل انت مثلت قدام هذا المركز وكنت عندك إجراءات التقادي؟ آه كنت موجود وسددت رسوم وكان عندك مكتب محاماه بيترافع عنك في هذه القضية يعني انت معترف بمركز التسوية والتحكيم رايح للكاس ليه؟ وبالتالي إجراءاتك لما رحت للكاس هنا في عدم اختصاص وبالتالي الأهل طعم على هذه الجزئية أمام المحكمة الفيدرالية السوسرية أول ما المحكمة الفيدرالية السوسرية تتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن إجراءات التقادي اللي قام بها عبدالله السعيد غير قانونية هتحكم بعدم اختصاص المحكمة الرياضية الدولية وترجع حضرتك بقى هنا المركز التسوية والتحكيم اللي انت اتعلق الاستناف بتاعك ويصبح بعدها هذا الحكم نهائي وبات وبالتالي هتسدد الاثنين مليون دولار وبالتالي هو بيعمل أي حركة في أي تصريح في أي موضوع عشران بعد معرف موقف القانون في القضية والإجراءات اللي اتخذها الفترة الأخيرة والمشاكل وجهها أمام التحكيم بيحاول قدر إن كان يخرج في الإعلام عشان يصرح بالكلام الفارغ اللي انتو أردوه واسمعتوه خلال الفترة الأخيرة هل لي تأثير ولا لي تأثير هل لي دور ولا لي دور تم غلق الملف القضية في الفيدرالية السويسرية وكل طرف قدم المذاكرات بتاعته وحتى هذه اللحظة المحكمة الفيدرالية السويسرية لم تحدد موعد لجلسة الحكم خدوا بالكم لما بنقدم المذاكرات أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بيدرس المذاكرات ووقت ما بيتخذ قرار لهذا الموضوع بيحدد معاد جلسة الحكم طب هل تم تحديد معاد لجلسة الحكم لا لسه طب متى الله أعلم ممكن بكرة ممكن الشهر الجاي ممكن في يناير ممكن في فبراير ده حسب بيتراءة للتحكيم في الفيدرالية السويسرية أول ما يتم تحديد معاد الجلسة من خلال الويبسايت عن يعرف كل التفاصيل وعن يعرف القرار إن شاء الله وقتها ولكن عايز أطمن كل جماهير النادي الأهلي الشخص اللي بيبعنده قضية وبيطلع في الإعلام بيكلم كتير هو عارف موقف القانوني عامل إزاي وبالتالي القضية برمتها زي ما شرحتها لحضراتكم سبكم من التصراحات والكلام الفاضي اللي تقال لا هيقدم ولا هيأخر ولا هيؤثر أصلا على القضاء في سويسرا لأنه راح للمحكمة الرياضية وليست زو اختصاص في هذا التوقيت وأكبر دليل على ده اللي بيطعن على العدد الدستورية في أحكام صدرت من مركز التسوية والتحكيم ضد اتحاد القرى المصري وتم تنفذها أقولها تاني في قرارات صدرت من مركز التسوية والتحكيم في قضايا رياضية خاصة باتحاد القرى المصري وتم تنفذها وبالتالي أطعن بعدم الدستورية إيه لأن يتم اتخاذ في قرار مركز التسوية والتحكيم قراراته نافذة بدليل ان اتحاد القرى نفذ عدة قضايا الفترة اللي فاتت وهيجي الوقت اللي أعلن فيه إيه أهم قضية اتحاد القرى نفذ فيها حكم مركز التسوية والتحكيم أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع نتكلم مع بعض على أخبار الأهلي وأبرز المعلومات الخاصة بتدريب الأهلي خلال الفترة اللي جاي أهلا بحضراتكم من جديد وأخبار تدريب النادي الأهلي يمكن النهاردة كان فيه تدريب صباحي النهاردة للتدريب على فترتين فترة صباحية وفيه فترة مسائية وممكن حاليا التدريب المسائي بالنسبة لللاعبين كلنا عارفين الفريق كان أجازة حوالي خمس أيام فترة الأخيرة وأول ما رجع للتدريبات تبتدى مارس القرار يعمل تدريب على فترتين لزيارة الحمل البدني خلال الفترة اللي جاية قد يكون هناك مباراودية قبل مواجهة المولين العرب في كأس مصر ولكن ده يتحدث خلال الساعات اللي جاية أول خبر معي النهاردة من تدريبات الأهلي النهاردة صباح اليوم كان فيه تدريب جماعي على ملعب مختار التيتشي بالجزيرة مارس القرار يمكن قسم اللاعبين إلى مجموعتين بالتبادل بين المران في الملعب والتدريب في الجيمي يمكن هو طبعا عمل قياسات بدنية وعارف الظروف البدنية والأرقام الخاصة بالحالة البدنية لكل لعب ففيه مجموعة بتشارك فيه تدريباتها في الجيم وفيه مجموعة تانية بالتأكيد هيكون عندها تدريبات فيه أرضية الملعب قدامنا يمكن جزء من هذه التدريبات فيه ملعب مختار التيتشي بالجزيرة وفيه مواصلة للتدريبات خلال الفترة لكن النهاردة أهم جزئية كان بيركز عليها مارس الكولر التركيز على التمريرات والتصويب على المرمى والقراط العرضية طيب النهاردة كمان الكابتن سيد عبدالحفيز مدير القرى عقد اجتماع مع مارس الكولر المدير الفني عشان يبحث احتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة اللي جاية ودي أمور متعلقة بقى من ناحية المباراة الودية ممكن نلعب مباراة الودية مع مين؟ هل فريق من الدور الممتاز؟ هل فريق من الممتاز بيه؟ هل ممكن يكون محتاج فريق في مستوى فني أقل؟ يعني ده أمور أكيد فنية عينقشها مارس الكولر مع الكابتن سيد عبدالحفيز وأي متطلبات إدارية أخرى خلال الفترة اللي جاية خاصة نهاردة احنا نتكلم يوم 15 نوفمبر يعني بقى حوالي 12 يوم على مواجهة الماولين العرب 12 يوم تدريبات بس أعتقد لازم يكون فيه مباراة الودية وده اللي بيفكر فيه مارس الكولر والكابتن سيد بيشتغل عليه عشان يختار التوقيت والمكان والفريق اللي يلعب معه النادي الآن طيب خبر تاني متعلق برامي رابعة رامي النهاردة الحمد لله انتظم في التدريبات الجامعية في ملعب مختار التتش بجزيرة دكتور أحمد أبو عبلى رئيس الجهاز الطبي والطبيب الفريق قال إن رامي تعافى من الإصابة اللي تعرض لها في عضلات البطن وده أبعدته عن التدريبات حوالي أسبوع 10 تيام في الفترة اللي فاتت وكان فيه راحة وبرنامج علاجي لرامي رابعة انتهى من تنفيذ هذه المراحل والتأهيل البدني والنهاردة شارك كمان فيه فقرات المران الجماعي للفريق قدامكم هي صورة أو فيجو لعدد من اللاعبين أبرزهم بالتأكيد ده قهربة وكريم فؤاد قدامكم حتى التوقيت والزمن والساعة تمرين كان الساعة 10 ونص وخمسة في هذه اللحظات قدامنا كمان ياسر إبراهيم أيمن أشرف لسه موجود كمان شادي حسين برونو سافيو وقبل ما روح لبرونو سافيو قدامنا كمان كريم فؤاد وأحمد عبدالقادر وده الجهاز الفني مرس القولر والجهاز المعاون كابتن سامي أمصان عايز أقول لكم برونو سافيو عمل حاجة جميلة جدا برونو سافيو استغلي الأجازة وسافر على الغرداء سافر على الغرداء وشاف هناك أمور يعني ما كانش مصدق أن في قطعة سياحية في مصر بجمال وعظمة الغرداء والبحر الأحمر وعايز أقول لكم يمكن الصور اللي عملها والفيديوهات والحاجات دي يمكن عمل التراضي فعلي كبير جدا على السوشيال ميديا لكل أصدقائهم اللي موجودين في أوروبا وحتى في البرازيل لأن في شارع 11 في بلد زي مصر وفي الغرداء وتلاقي الجو دافي وتنزل الميا وتشوف المشاهد الأسرية والسياحية اللي موجودة في البحر الأحمر حاجة بالتأكيد لازم تسعد بيها وتفرح بيها وأنا بشكر بصراحة برونو سافيو على الدور اللي قام به في زيارته للبحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة حتى لما رجع وكلامه مع اللعيبة ولما سألنا اللعيبة وتكلمنا مع اللعيبة والكواليس الكلام اللي قاله مع اللعيبة برونو سافيو سعيد جدا وأتمنى أي لعب أجنبي بيلعب في الدول المصري سواء في الأهل أو في أي نادي في أي فترات راحة سلبية شركات السياحة تشتغل على فكرة أنها تسوق مصر وتسوق المناطق السياحية والمناطق الأسرية عشان بتبع أكبر دعاية لنا على السوشيال ميديا وده دور مهم جدا الرياضة وصناعة الرياضة ممكن تقوم بيه بالنسبة ليه الكرة المصرية خلال الفترة اللي جاي طيب أيمن أشرف وعندي خبر مهم جدا بخصوص أيمن أشرف أيمن أشرف هيسافر بكرة إلى النمسا عشان يعمل بعض الفخصات الطبية أيمن عنده خشونة في الرجبة والفترة الأخيرة كان اشتكى من كذا يعني حاجة في الرجبة والخشونة دي بتعمله بعض الألام فتم الاتفاق أنه هو هيسافر خلال الساعات اللي جاي أو تحديدا بكرة إلى ألمانيا والنمسا بس هو تحديدا هيخضع للفحصات الطبية في النمسا وكل الإجراءات الطبية الخاصة بالفحصات الطبية هتكون في النمسا حاجة من الاتنين لو لقدر الله احتاج عملية جراحية ممكن ممكن تطول المسألة شوية لثلاث شهور أو أربع شهور لو محتاجش عملية جراحية وتأهيل بس يعني أعتقد خلال الأربع أسابيع أيمن أشرف هيكون جاهز للتدريبات الجمعية وهيكون مع الفريق إن شاء الله في المباريات الرسمية أيمن أشرف هيكون معايا دكتور أحمد أبو عبلا طبيب فريق النادي الأهل هيكون مرافق لي في هذه الرحلة عشان يطمئن على أيمن أشرف وبإذن الله بكرة هتكون رحلة الصفر إلى ألمانيا والنمسا هيعمل بعض الإجراءات في ألمانيا لكن كل الفحصات الطبية هتكون في النمسا مع الطبيب المعالج اللي هيشرف على كل هذه الحالات حاجة كمان يمكن كلنا عارفين الفترة الحالية في عدد من اللعيب اللي موجودين في المنتخب الأول والأوليمبي والشباب فتم تصعيد أحمد أشرف من موليد 2001 وزياد طاري ومحمد محمود بيتمرنوا تدريباتها جماعية مع فريق النادي الأهلي خلال الفترة الحالية كل اللي يتقل عن تصعيد عدد آخر من اللعبين عالي تمام من الصحة معظم اللعيب اللي في قطاع الناشئين موجودين في المنتخب الأوليمبي أو منتخب الشباب آخر حاجة كلر النهاردة في التمرين المساي عمل اجتماع مع اللعبين عشان يتكلم على المرحلة اللي جاية وأشاد ببعض الأمور الفقرات الفنية اللي اتعملت النهاردة في المران الصباح أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف تريند الأهلي والمحتوى اللي موجود عن الأهلي في السوشيال ميديا اشتركوا في القناة أهلا بحضراتكم من جديد والتريند الأهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا بالتأكيد فيه تفاصيل كتيرة وفيه كلام مهم جدا لأن السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بتتكلم على أمور متعددة بخصوص النادي الأهلي نبدأ مع بعض تريند الأهلي والحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر واللي قالت فيه كولر يمنح بودلال أهلي فرصة المشاركة في المباريات المقبلة هي الفكرة في حد ذاتها بيتكلموا على أن فيه مباراودية ممكن يتم طبعا الاتفاق عليها قبل مواجهة المقولين العرب لكن مباراة المقولين بالتأكيد هتبقى فرصة أن كولر يدي عدد من اللعيبة اللي مكانش بتشارك بشكل أساسي في المرحلة الأولى فرصة المشاركة عايز أولوكو زياد طرق ومحمد محمود عندهم فرصة عظيمة في التدريبات خلال الفترة الحالية لإثبات وجودهم وإمكانياتهم قبل مباراة المقولين العرب وفي المباراة الودية المقبلة وعشان كده حتى كولر ما ساعدش عدد كبير من اللعيبة في ظل أن فيه منتخبات ناشئين وشباب وأولمبي واخد عدد كبير جدا من لعبي النادي بالإضافة إلى الرباعي أو الخماس اللي موجود مع منتخبنا الوطني اللي موجود حالان في الكويت عشان يلعب مباراة ودية مع بلجيكا الوطن الرياضي ومن خلال حسابها أيضا على الفيسبوك قالوا كولر لم يطلب عودة سعد سمير إلى الأهلي تفاصيل خبر بتقول أن مصدر كشف حقيقة عودة سعد سمير اللي تنتهي عارضه بنهاية الموسم الجاري كولر لم يطلب عودة المدافع وما تردد كان اجتهادات أكيد من يوم في المية من غير مدخل في تفاصيل سعد سمير لو سألته أكيد نفسه يرجع للنادي الأهلي لكن كولر أساسا لم يناقش ملف انتقالات يناير حتى هذه اللحظة لأن الفترة الحالية أكتر حاجة هو كان بيشتكي منها الإصابات اللي اتعرض لها عدد من لعاب الأهلي الفترة الأخيرة فنفترض على يناير لقدر الله لو فيه إصابات ممكن تطول لو فيه غيابات ممكن تكون مؤسرة قراره هيبقى إيه في مسألة التدعمات ده بيتوقف على المرحلة اللي هيكون فيها في شهر يناير وشكل وآداء وموقف الفريق في شهر يناير لكن دلوقتي لا الرجل يتكلم ولا طلب ولا حتى سعد سمير طلب أنه يرجع هو سعد لو طلبته أكيد هيقولك أنا تحت أمر الأهلي لكن سعد كمان مركز مع فريق فيوتشر وفي نواتة صغيرة سعد بيلعب في كأس الكنفدرالية مع فيوتشر ووصل وتأهل إلى دور المجموعات يعني حتى إذا رجع للنادي الأهلي مش هيلعب في دور الأبطال فألف بكده بالعقل يعني سعد عشان يرجع الأهلي ويفقر في العودة أو الأهلي يفقر فيه مش هيكون الكلام عليه إلا بعد نهاية المسلم لما يخلص المشوار الإفريقي مع فريقه فيوتشر نتمنى التوفيق ربي في الكنفدرالية وبداية موفقة لهذا الفريق الحديث في الدوري المصري عامل انتصارات جيدة ومتأهل لدور المجموعات في كأس الكنفدرالية آخر حاجة المصري الرياضي والصورة الجميلة لبيرسي تاو والنهاردة بيرسي تاو بيكشف سر حلقة شعره على الزير انت تبص للصورة كده لأول وهلة تدي على جيرالدو على تاو على جيلبرتو يعني جيرالدو على جيربلتو على بيرسي تاو مكسي يعني مكسيك التلاتة مع بعض بحلقة الزير هي الفكرة ايه اللي حصل بيرسي تاو راجع من الاجازة فشاف معظم لعبة النادي الاهلي حلقة شعرها على الزير ايه يا جماعة الموضوع وانتم اتفقين على حاجة معينة فقالولوا لا احنا لنا كده يعني في العمرة او في الحج بنحلى شعرنا زيرو ودي حاجة مهمة جدا في مناسك العمرة فبالتالي هو حبي يقلدهم وفي نفس الوقت قال اعمل نيولوك جديد احيانا بعض اللعيبة او حتى في الحياة الاجتماعية لما بتكون عندك مشاكل نفسية او مداي او في اضطرابات نفسية معينة بتحول تغير المود اللي حواليك فممكن اقرب حاجات وقص شعرك تحلق شعرك لعل لو عاسا ممكن يكون تغييره ونوع جديد من الحياة اللي انت مقبل عليها فبيرسيتاو خد نفس الاجراء منها يقلد لعبة الاهلي شاف اكتر من لعيب عمل شعره زيرو وفي نفس الوقت برضو تحدي جديد ويحاول يحلق شعره كنوع من التغيير عشان الفترة الاخيرة كانت الاصابات ملازمة بشكل كبير جدا في الفترة الاخيرة لكن نتمنى يا رب بإذن الله الفترة الجاية تكون انطلاقة قوية لبيرسيتاو اخرج الى فصل وبعد الفصل نكمل مع بعض باقي فقط اعلم بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج التريند نروح للتريند المحلي لان عندنا فيه كلام كتير اوي بتصرحات غريبة للاستاذة ساروة سويلم عضو ربطة الاندية الحساب الرسمي ليلا كورة على تويتر تصرحات لساروة سويلم بيقول فيها تعليقا على قرار ربطة الاندية في معاقبة جماهير الاهلي لا يوجد احد على رأسه ريشا وقال في سياق حديثه هناك مقولة شهيرة من امن العقاب اساء الادب لن نسمح بأي تجاوزات من الجماهير وما رأيناه غير مقبول من بعض الجماهير من سيخطئ سيتم معاقبته فورا بغض النظر عن لون التيشرت الذي يرتديه اتطفق معاك في كل كلمة مفيش حد على رأسه ريشا ومن امن العقاب اساء الادب ولكن يبقى القرار على الجميع اي حد بيخطئ او بيتكلم بأسلوب غير لائك او بيبقى فيه سباب الكل يتعاقب كبير صغير يتعاقب والاهم قبل ما نعاقب الجماهير نعاقب اي مسؤول يخرج عن النص لان الجماهير تعصبها بيجي من تصرحات المسؤولين احاديث بعض الاعلاميين تصرحات بعض المسؤولين عن الاتحاد او عن الربطة او عن اي مسؤول بيدير قرة القدم المصرية وبالتالي لما نحاسب الجمهور لازم نحاسب كل المسؤولين اللي قبل الجماهير لان مهم جدا لو مبدأ السواب والعقاب موجود مش هيبقى فيه خروج عن النص لان اللي يخرج عن النص اكيد لازم يتعاقب بس العقاب يبقى على الكل بلا استثناء وهنا يبقى فيه سواسية نتمنى الفترة الجاية اي خروج عن النص يلقى الجزاء والعقاب الشديد لو ممكن نتكلم عن اللوايح لو ما فيش اي نص في الليحة وحصل خروج عن النص انا مع العقوبة ومع اي قرار يبقى فيه تقويم للجماهير ولكن في نفس الوقت اي مسؤول يخرج عن النص ويبقى فيه سباب وخروج عن الروح الرياضية لازم يتعاقب ولازم يبقى فيه اشد العقاب ليه قبل الجماهير لان المسؤول لازم يبقى مسؤول وبالتالي لازم يتعاقب اشد العقاب قبل الجمهور عموما لو دي البداية والامر هينطبق او هيتطبق على الكل هنشوف الفترة الجاية واحنا مع هذا القرار ولكن نصيحة مني للأستاذ سارواتسويلم تصرحات قدر الامكان يجب ان تكون فيه يعني سياقها بشكل طبيعي دون تضخيم بشكل كبير طيب نروح تمان لكورة إليفن وبتكلمه على منتخبنا الوطني بعد تأكد غياب مرموش بسبب الإصابة رويا فيتوريا بيستقر على الدفع بجناح الأهل الطائر في لقاء بلجيكا الودي بعد تعلقه مع القلعة الحمراء والكلام هنا هيبقى فيه دفع بطاهر محمد طاهر على حساب عمر مرموش في لقاء بلجيكا يوم الجمعة طيب نروح لحساب في الجول ومباراة الأرجنتين ضد الإمارات يمكن الاتحاد الإماراتي طلب يكون طاقم تحكيم مصري وبعض الناس حبت يعني ترشح الكابتن إبراهيم نور الدين نتمنى له التوفيق إن شاء الله وتبقى فرصة لي إن المباراة دي يعوض الشهر اللي فات والأخطاء اللي حصلت الشهر اللي فات واللي أبعدته عن أهم المباريات سواه في الدور المصري أو في دورة شمال إفريقيا التصفيات تحت 20 سنة أو حتى مباريات البطولة الإفريقية والتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس أتمنى أتمنى إنه يدير المباراة بشكل كويس وما تكونش فيه مشاكل في لقاء الأرجنتين والإمارات بإذن الله طيب الخبر الثاني منتخب الشباب يخضع لكشف الطبي استعدادا لأمم إفريقيا وفيه كشف طبي هيكون لفريق منتخب مصر مواريد 2003 قبل الدخول فيه معسكر مغلق في الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا اللي هتصدفها مصر إن شاء الله في شهر فبراير العام القادم مصر هتلعب مباراتين وديتين مع بنين يوم 17 و20 نوفمبر اللاجاري قبل بس مطلع من التريند المحل يمكن مطش الأرجنتين والإمارات تقم التحكيم إبراهيم نور الدين حاكم ساحة أحمد حسام طاها مساعد أول سامي أبو زيد مساعد تاني محمود البنة حاكم رابع واثنين على تقنية الفي آر ماجد الشمراني ومحمد الحربي طيب نروح للتريند العالمي ونشوف أبرز الأخبار اللي معانا في التريند العالمي وتصريحات مهمة جدا من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا حساب الجون نقل هذه التصريحات واللي قال فيها إنفانتينو بيدعو قادة العالم لوقف إطلاق النار خلال المونديال ده تم خلال حضور إنفانتينو لقاءه بزعماء دول قمة مجموعة العشرين اللي بتصدفها جزيرة بالي في إندونيسيا خلال هذه الفترة طيب دروح لي تصريحات ليونيل ميسي من خلال الكورة إليفن وميسي بيقول تصريح يعني أشبه كده من هو عايز يبعد الأضواء شوية عن منتخب الأرجنسيين قال البرازيل وفرنسا وإنجلترا الأقرب للفوز بكاس العالم عشرين اتنين وعشرين هم تقدمون بخطوة ولكن كل شيء يمكن أن يحدث طيب دي جزئية متعلقة بالتريند العالمي وكلام خاص بليونيل ميسي على كأس العالم والحديث عن الدول المنافسة بالتأكيد خلال الفترة اللي جاية طيب كمان بنتكلم في نقطة مهمة جدا يمكن هيرف رينارد استبعد فهد المولد نجم منتخب السعودية طيب في تفاصيل أكتر عن تمرين الأهلي نروح مباشرة اللي يزمينا العزيز كريم أحمد يدينا كل التفاصيل خاصة بالتدريب المسائي اللي موجود حاليا في ملعب مختار التيتش بالجزيرة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زمينا العزيز محمد سعيد تحياتي لك في البداية وتحياتي أيضا لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي يعني نقدر نقول يا محمد بدأت بقى المرحلة القاسية جدا في فترة الأعداد التانية يعني خلاص التدريبات الصباحية والمسائية تحت قيادة مستر مارسل كولر الموديل الفني بدأت النهاردة هو اليوم الأول لفريق النادي الأهلي للفترتين الفترة يمكن الأولى انت عارف طبعا يمكن راجل حاطب برنامج مميز جدا مركز على أمور يعني فيها دقة وفيها إتقال للمهارات فيها أمور يمكن ما يكوناش بنشوفها يا محمد الحياة خلال الفترة اللي فاتت فعشان كده يمكن الكل متعطش للتدريبات يعني ما فيش ملل من حيث التدريب لأن فيه تنوع في التدريبات وده أمر مهم جدا بنتابع بنشوف التدريبات الصباحية بيكون في جزء طبعا بدني بيكون في جزء تاكتك في قلة عدد انت عارف طبعا العدد كبير من لعبين فيها المنتخبات لكن الراجل بيحاول أن هو يدعم بشكل كبير جدا من قطاع النشئين بعدد من اللعبين عشان يسد طبعا الفراغ الخاص بالمربعات وبالنسبة طبعا لك تأسيمة والمجموعاتين كل الأمور دي لكن الحقيقة تدريب الصباحي كان مميز جدا بوزل فيه مجود كبير على الجانب الآخر محمد انت عارف تدريب الصباحي بيطلع بالحمل ثم بعد كده بيكون فيه نزول بالحمل فيه تدريب المسائل اللي النهاردة كان فيه تماما ساعة الثلاثة ونصف يعني النهاردة قدر أقولك مجموعتين جزء كبير جدا كان في الجيم يعني انت عارف طبعا الجهاز الفني وايضا كمان خطط الأحمال بيستغل هذه المرحلة وهذه الفترة في رفع المعادل البدني وفي نفس الوقت على مدار الأيام بتبدأ تنزل بشكل كبير جدا فيه فيمكن النهاردة من لحظات قدر أقولك ممكن انتها تدريب فريقا للنادي الآلي كان فيه جزء كبير جدا من الجيم وجزء بسيط جدا للتدريبات الخاصة طبعا بيه اللياقة البدنية كلها تدريبات تبسيطة لعدد قليل زيب بن أكد محمد لكن ان شاء الله بإذن الله يعني ثقاتنا الكبيرة جدا في الجهاز الفني في تطور أداء اللاعبين وفي المجموعة المتواجدة ده أمر مهم جدا بنشوف الإتقاب بنشوف التدريبات بنشوف حاجات صغيرة جدا مع الاستمرارية وعلى المدار التويل من الأيام يعني تقدر تشوف إتقان في الهيدرز التصويب الحاجات الجديدة اللي احنا بنشوفها دي هبان في التأسيمات وهبان أيضا كمان بنسبة لمباراة الودية رجع من جديد بجانب برامي ربيعة يعني يا رب يبعد عننا الإصابات العدد كان كبيرة محمد في الإصابات لكن تدريجيا الحمد لله مستنين بقى متولي يعود من جديد ويعود عمار من جديد ويستكمل صفوف النادي الألي في مرحلة هذه الإعداد شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد من ملعب مختار التتش في الجزيرة وكل الأخبار والكواليس عن تدريب الأهلي المسائي كل التفاصيل النهاردة قدر إمكان حاولنا أن أهلكوا في برنامج التريند دلولة وقتنا كان لسه عندنا يمكن مشاركات الجماهير والتريند العالمي لكن مهم جدا نهاردة كنا نركز كل التفاصيل بخصوص أخبار الأهلي وتدريب الأهلي والقضايا المتعلقة بخصوص النادي الأهلي ما توحوش بعيد بعد الحلقة النهاردة في مباراة القرى الطيرة ما بين الأهلي والترسنة تابعوها بإذن الله فقط وحصريا على شاشة قناة الأهلي الساعة السادسة من مساء اليوم في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء